موسيقى التي اندثرت مع ظهور الأسماء العالم الحديثة خاصة الأجنبية منها إلا أن اسم عصام محافظ على ثباته في الوطن العربي حيث يتسمى به الأطفال من جيل لآخر دون النظر إلى مدى ملاءمته لهذا العصر أو غيره لأنه يتناسب مع الأولاد باختلاف الأجيال وعلى الرغم من استخدام هذا الاسم بكثرة بهذه الطريقة إلا أن المعلومات الخاصة به تكاد تكون معدومة سواء عند الذين استخدموا الاسم بالفعل أو الذين يرغبون في استخدامه فيما بعد وأبسط هذه المعلومات المعنى الخاص بالاسم الذي لا يعلمه الكثيرون وكذلك أصله ويعود استخدام الاسم إلى كونه أحد الأسماء المحببة إلى العرب والموروثة من جيل لآخر دون الاهتمام بأي من تفاصيله لهذا حرصنا على توضيح هذه التفاصيل من خلال قناتنا معنى اسم عصام في هذه الفقرة سوف نوضح المعاني التي وردت في معجم معاني الأسماء والتي كان المقصود منها أن يكون صاحب هذا الاسم على قدر المعنى خاصة أن عصام يستخدم كاسم علم مذكر ويعني العهد والالتجاء والامتناع والعهد وهو كل ما يستخدم في الربط أو الدعام وعندما أطلق على الذكور كان مقصود به أن يكون الرجل دعامة وسندا لمن حوله خاصة أهله كما أن اسم عصام يحمل معنى الكحل والعهد وصلة الرحم أما في المعجم فلتختلف المعاني الواردة في هذه المعاجم كثيرا عن معجم معاني الأسماء حيث ورد في معجم اللغة العربية أن اسم عصام جمعة أعصمة ويقال عصام الإناء أي العروة الخاصة بها التي يعلق منها الإناء كما يقال عصام القربة ويقصد بها الحبل الذي يشد به ولم ترد أي معاني أخرى في معجم المعاني الجامعة صفات اسم عصام أولا رجل بمواقفه التي تشهد له سواء مع الأقرابين أو غيرهم رجل يحب والديه بشدة وبر بهم كما أنه دائما ما يساعد إخوته رب أسرة ناجح كما أنه ناجح في حياته العملية خاصة أنه مؤهل لتحمل المسؤولية بعد التعرف على اسم عصام ومعلوماته التي قد تكون غائبة عن البعض منا ما رأيكم في أن يكون هذا الاسم هو اسم طفلكم القادم شاركون آراءكم كنت معكم من أمام المايك مع السلامة عزيزي المشاهد إذا كنت تشاهدون لأول مرة فأدعوك للإشراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي تتوصل بكل جديد فور نشره شكرا وإلى اللقاء